سلام عليكم ازايكم سكوت جديد لفريق ليفربول والمرة دي على ايد فريق ارسنل بعد اداء كارسي خصوصا في الشوت التاني تغييرات غير منطقية بالمرة من جانب يورجن كلوب سفر روح معنوية الجانب التاني بقى فريق ارسنل بقى لأ اداء تلاقي روح تلاقي رجولة تلاقي تاكتيك تلاقي العيبة رجالة تلاقي انما ليفربول حقيقة انا النهاردة بكل صدر راحب اقدر اقولك ان ليفربول مش هتخلص المسم دوت في الطوب فور وليفربول مش هيسعده دوري ابطال اوروبا المسم الجاي فالنهاردة ليفربول على مستوى المسم ده في الدوري الانجليزي لقى فريقين من الطوب 6 منشستر يونيتد وارسنل خسر الاتنين لما انت بتخسر من منشستر يونيتد اتنين واحد وتخسر النهاردة من ارسنل تلاتة اتنين هتقامل ايه بقى قدام البوعبوع يوم الحد منشستر سيتي اللي منشستر سيتي مش هيلاقي فرصة احلى من كده ان هو يستغل فريق ليفربول ويكسبهم بفديحة ده اللي هنعرف اجابته يوم الحد الجاي بس انا عزنس процент سوال وانت قدميرك انت كنت مستني ايه النهاردة من فريق ليفربول مستني ايه فريق سفر روح معنوية زي ما قلتلك سفر اداء الجنب التنازي من قلتلك فريق ارسنل روحه المعنوية في العالي فريق ارسنل اللي بادئ بداية قوية جدا سوفى الدوري الانجليزي ولا حتى سوفى الدوري الاوروبي فانت مستني ايه مستني مثلا ليفربول تعمل بقى منتده على ارسنل والكلام ده لائه تا النهاردة أرسنال اللي انت بتلعبه دوت مش أرسنال بتاعك كم موسم الماضي انت بتلعب قدام أرسنال جديد غير بتاعك كم موسم الماضي والنهاردة أرسنال يا جامعة بيفوز عليك أداء ونسيجة وبيفوك العقدة قدام ليفربول بفوز غالي جدا يخليه في صدورة الدوري الإنجليزي على حساب منشستر سيتي هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل وهنحلل الماتش برواءة ولكن دايما وأبدا قبل منبدأ أي كلام ياريت تصلي عن نبي اضغط لايك للفيديو وشارك في القناة وفعل الجرس ويلا بنا لأ النهاردة واضح من بداية الماتش حد نهاية الماتش أرتيتا دارس ليفربول كويس جدا ومزاكر فريق ليفربول وعارف يلعب على الصغرات والأخطاء الدفاعية البداية اللي احنا متعودين عليها من فريق ليفربول النهاردة من أول دقيقة في الماتش مارتينيلي بيسجل الهدف الأول في الثانية تمانية وخمسين عشان يكون أسرع هدف في تاريخ الدولي الإنجليزي النهاردة أرتيتا عارف أن فريق ليفربول بيبدأ الماتش باهتزاز الدفاع عنده بيكون في مساحات في صغرات في الدفاع فالنهاردة في أحدا أول يضبك مسانطره الباص التين التالت ليتلك مارتينيلي يحطي الهدف الأول وعلى نعاني الهدف الأول لفريق أرسنل وعلى فكرة دا كان خير لفريق ليفربول لأن أرسل لما سجله هدف مبكر دا اللي خلى فريق ليفربول يطلع بقى من مناطقه ويشوف أن هو لأ أنا قدام في ديحه تاريخية أنا قدام هزيمة تاريخية لازم أستعيد تركيزي واستعيد المستوى بتاعي وأبدأ بقى أعب بقى وهنا ليفربول عرف أن هو بيلعب قدام أرسنل جديد مش أرسنل بتاع كاموسة من الماضي اللي انت كنت بتدوسه على وشه بسهولة لأ فالهدف اللي سجله مارتينيلي في الشوتش في الدقيقة الأولى دا كان خير لفريق ليفربول وفعلا على مستوى الشوت الأول سيطرة تم لفريق ليفربول استحواز تم لفريق ليفربول ليفربول هو اللي ماسك زمام المبادرة في المباراة على مستوى الشوت الأول ما ليش جاعة الشوت الثانية غالص دلوقتي تمام وفعلا ليفربول بالأذاء وبالرواءان والجمال والدلال سجل هدف التعادل وهنا بقى أرسنل تهزز خد بالك لما ليفربول سجل هدف التعادل أرسنل تهزز ودي غلطة ليفربول إن هو ما استغلش الهزة وعدم الثقة اللي نزلت من فريق ارسنل ما استغلهاش وغطى بهدف تاني وده اللي ادى الفرصة لفريق ارسنل اللي هو يكون لسه عنده امل في المباراة وامل في العودة تعال بص بقى كده في نهاية الشوت الاول لفاربول تحس ان هو ايه كسبان بقى ومستريح مطلع بقى كل العيبته قدام وسايب الدفاع فهو دي خالص وفي اخر ديه الشوت الاول ارسنل بهجمة مرتدة بداية خالص جابريال جيسوس بيعدي من تياجه على كنترا ودي انا شايلها دي تياجه على كنترا لان تياجه في لقطة شبهدية كان المفيد يعمل فاول بانزار ويوقف هجمة مرتدة اعمل فاول واخد انزاري عم مش مهم بس وقف هجمة مرتدة جابريال جيسوس سلم اللي قدامه اللي قدامه سلم مارتينيلي مارتينيلي عمل عرضية لساكة وحط الهدف التاني في نهاية الشوت الاول وخليك تخش الشوت التاني بدلا ما كنت عادي الخسران بدلا ما انت بقى تكون الرد الفعل بيت انت الفعل وفعلا شفنا على مستوى الشوت التاني ليفاربول نزل فعل سجل الهدف التاني اتعادلت نتيجة اتنين اتنين ولكن بقى هنا يزل هنا النقطة الفصلة في المباراة بعد ما انت فعادلت اتنين اتنين الغريب في الموضوع بقى الغريب ليفاربول انكمش رجع راس دفاعاته دافع بدلا ما يهاجم وده غلط من ليفاربول بعد ما سجل هدف اتعادل التاني رجع دافع ليفاربول فريق هجومي مش فريق دفاعي احنا من امتى بنتفرج على فريق ليفاربول بيدافع وبيسيب الكرة الخصم اللي قدامه ارسنال بالضغط العالي اللي متميزين فيه حقيقة ضغطوا فريق ليفاربول لحد ما اخدوا روحلة جزاء وسجلوها واعلانوا عن الهدف التالت ده كان بالنسبة لاحداث اللي حسد في المباراة اما بالنسبة بير التكتيك والخطة والتحاليل فرق وتشاف من نظر الشخصية حقيقة برضو يورجن كلوب كان بدأ بداية كويسة بدأ بتشكيلة جميلة جدا بدأ بخطة وتكتيك بيلعب بيه كويس جدا ليفاربول غير التكتيك اللي احنا متعودين عليه اربعة تلاتة تلاتة النهاردة ده يورجن كلوب ببادئ بخطة اربعة اتنين تلاتة واحد معتمد على اربعة في خط الدفاع اتنين في نص الملعب وخط الهجوم مكون من محمد صلاح ودييجو جوتا ولويس دياز وقدامهم دروا النونيز فاهمين قصدي؟ فالخطة دي حلوة وكانت نجحة مع فريق ليفاربول ولكن بإصابة لويس دياز قلنا مش مهمة ماشي خرج في شوت الاول نزل فيرمينو تيجو جوتا اتحول على الشمال وصلاح زي ما هو على اليمين ودروا النونيز زي ما هو قدام وفريمينو تحتهم بدور المهاجم اللي هو همي صنع الالعاب والدين هي كانت ماشية حلوة تعال بص بقى في شوت التاني يورجن كلوب عمل حاجة حلوة تحسب له ان هو طلع ترينتا الاكساندر ارنولد ونزل جو جامز تغيير تكتيكي مش بدعي الاصابة لا كلوب فكر كويس جدا ان جو جامز على قد ما هو ريح في داهية ولكن جو جامز افضل دفاعيا من ترينتا الاكساندر ارنولد تمام انا قدت متكيف مين اللي يورجن كلوب بيعمله تعال بص بقى كده هوا طلع محمد صلاح طلع ديج وجوتا وطبعا لويس دياز كان خارج في شوته الاول بدعي الاصابة فانت خرقت ثلاث مهاجمين بتلعب بمين ما انت في خط الهجوم تلعب بفرمينو ودرو النونيس لما انت تخجل لي صلاح وجوتا ولويس دياز طبعا تغيير التراري مين اللي هجيب لك جوان هل مثلا فانديج هجي اجيب لك جوان هل مثلا جامز هجي اجيب لك جوان ما انتم طلع اللعايبة اللي انت بتعتمد عليها في خط الامامي لفاربول بعد ما صلاح خرج وبعد ما شوتا خرج ما بقاش ecology اي شكل هجومي ما بقاش لي اي خطورة هجومية ارسنال هي بقت المسكة الزمام المبادرة في المباراة. وارتتتة عارف يهاجم امتى? وعارف يدفع امتى? عارف يسيب الكرة اللي فيه ربول امتى? وعارف يمسي الكرة امتى? حتى التغييرات اللي كان بيعملها ارتتة تغييرات منطقية. وفي وقته منطقي. عارف يضربك امتى? عارف يعمل التغييرات امتى? ويستغل الوقت امتى? النهاردة برضو يرجي ان كلوب بنا هعيب عليك في حاجة. انت النهاردة يرجي ان يا كلوب ابراهيم اقوناتي سليم عندك عالدكة. ونزلته في الشوت التان فابينيو في نص الملعب سليمة عندك عالدكة ونزلته في الشوت التاني جاي بعد ما افتقرت تمنزل فابينيو وتنزل برهما كوناتي اللي اتنين دولة جامعة عمودين اساسيين في الفرقة ما يطلعوش طالما اللي اتنين جهزين عندك نزلهم فابينيو في نص الملعب يمنعلك الهجمات المرتدة يعني عارف فابينيو لو كان موجود في اللقطة بتاعت يجو على قنطرة في الهدف التاني اللي سجله ارسنل في اخر الشوت الاول لأ فابينيو كان عارف يوقف جبال جيزوس وانا بقولك لان فابينيو متميز ان هو يوقف الهجمات المرتدة انما تيجو على قنطرة ده مش دوره تيجو على قنطرة نص ملعب ميال لدوره الهجومي راجل صنع الالعاب مالوش في اللعب الدفاعي انما فابينيو ميال اكتر اللعب الدفاعي فابينيو اصلا مركزه ارتكاز في نص الملعب بيلعب ديفندر إنما تاجه على كنتارا بوكس تو بوكس في نص الملعب الراجل بيقوم دور صناع الألعاب فأنت النهاردة برضو عيبة عليك في حاجة تانية إن أنت ما بنزلش في بني وأساسي إبراهيم أكونات يا جماعة برضو أفضل إلى حد ما من جوال ماتب في النهاية فوز مستحق لفريق أرسنل من كل قلبي بقولهم ألف مبروك واخسارة مستحقة لفريق ليفاربول على الأداء الكاريسي المتوقع حاجة مش غريبة جدا من الليفاربول اللي هاردة ظهر به حاجة متعودين عليها من أول الموسم النهاردة أنا بقول لك بكل صدر راحب ليفاربول خارج دوري أبطال أوروبا الموسم القادم ليفاربول مش هتخلص لتوب فور ليفاربول اللي أنت كنت بترشحها في أول الموسم مع الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال النهاردة أنت تتمنى أن ليفاربول حتى تخلص مركز رابع ده لو خلصت مركز رابع زي ما أرتك في النهاية فوز مستحق لأرسنل واخسارة مستحقة ليفاربول كان معكم فرس الجزاوي من بناك فرس الكورة واربا كونش راح تلك اللي مش شكل وبسط ونشوفكم في حلقات جاية جديدة